تم تنصيب عضاء المكتب الفرعي الجديد لغرفة التجارة بإقليم وداي حيث يتكون المكتب الجديد من 15 عضوا و 6 مستشارين تقرير أحمد حامد عبد المشيد في إطار نشاطات الغرفة التجارية المتمثلة في تنصيب المكاتب الفرعية التابعة لها في مختلف الأقاليم الوطنية شهدت مقاطعة أبدي الواقعة بإقليم وداي مناسبة تنصيب المكتب الفرعي الجديد للغرفة التجارية حيث ترأس المناسبة كل من محافظ مقاطعة أبدي إضافة إلى نائب الرئيس الإقليمي للغرفة التجارية بإقليم وداي ويتكون المكتب الفرعي الجديد للغرفة التجارية من 15 عضوا و 6 مستشارين وخلال هذه المناسبة طلب محافظ مقاطعة أبدي شريف جمعة من أعضاء المكتب الجديد ضررت تنظيم العمل حتى يكون على مستوى الخطط والبرامج التي وضعتها الغرفة من أجل تحسين البيئة التجارية وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير الأعمال التجارية المختلفة أما نائب الرئيس الإقليمي للغرفة التجارية الدود ديدان مرى طلب من أعضاء المكتب الجديد ضرورة محاربة ظاهرة التهريب والقيام بحملات توعوية للتجار من أجل أن يقوموا بتزديد الضرائب للدولة لأن عملية دفع الضرائب تعتبر مصدرا أساسيا لزيادة إيرادات الميزانية العامة للدولة وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وخلال المناسبة تمت مناقشة العديد من القضايا التي تخص تطوير الأعمال التجارية وتحسين البيئة الاقتصادية بإقليم ودعي ترجمة نانسي قنقر